السلام عليكم ورحمة الله طيب النهاردة الورد اللي هنستخدمه ده ورد استغفار يعني عدد بسيط جدا مش بعدد كبير ولا حاجة عالمسباحة زي دي وهنعده 33 بس برضو عالمسباحة دي بس انا عايزك بقى تفهمني يعني انا عايزك تركز معايا وتفهمني وهقولك الطريقة دي تعملها امتى وهقولك الاستغفار تستغفر ازاي وهقولك على معلومة خطيرة جدا حاجة هتستخدمها في الاستغفار والحاجة دي انا عارف ان انا هتهاجم فيها الاحبة بقى اللي بيحب يهاجموا بيحبوا كده عنين نفسهم ان هما ايه بيدفعوا عن الدين وبيبعتوا بقى تعليقات سلبية بس ما علينا لو هيستفاد من الطريقة اللي هقدمها دي شخص واحد بس اخ او اخت فانا هكون اسعد انسان فمش فرق اللي عاوز يقول حاجة يتفضل يقولها طيب طريقة الاستغفار اللي هتسمع معلوماتها دي استخدمها بعد صلاة الفجر مباشرة بعد ما تصلي الفجر طبعا انا بقدم التراع دي الانسان محافظ على صلاة الفجر يا ده شيء مهم جدا طبعا الصلاوات كلها لكن احنا بنقولها عشان الطريقة اللي هتتقدم فيه الفيديو والموقع ده الموقع اللي احنا كلنا يعني بننزل عليه فيديوهات وبنتفرج عليه ده موقع يوتيوب ده حمل اه مؤسر صوتي بصوت البحر صوت الماء او صوت المطر مش موسيقى هاي عشان بس ما تهاجمنيش اللي الاخوة اللي بيعجبوهمش يعني دي مش موسيقى اقصد مؤسر المؤسرات الصوتية اللي بصوت البحر بصوت المطر بصوت الرعد ما فيش اي مشكلة واستخدم سماعات سماعات تحطها في الازن وكده انت صليت الفجر واستخدم طريقة الاستغفار دي تلاتة وتلاتين بس ذكر استغفار تلاتة وتلاتين بس لفة وحدة ركز عشان الطريقة طبعا عارف فيه ناس ازاي ده فيه ناس بتتكلم فيه الوفاة الاستغفار انت بتقول تلاتين بس اعمى انا عايزك تفهمني الاول قبل ما تهاجمني افهم انا بقول ايه ونفس الاحدة اللي انا اعيدها دي توجه الى الابلة ومع كل حبة من دي في التلاتة وتلاتين تعمل نفس واتطلع الهوى الى السماء وتستغفر استغفر الله صوت هادي صوت طالع من الداخل بكل هدوء وطبعا كده انت مستخدم الصوت اللي انت حملته ومستخدم السماء وعدها تلاتة وتلاتين بتركيز وبعملية النفس مع كل حبة اخد حبة من دي استغفر الله بعدين اخد شهيك وعند اول نفس تاخده في بداية الجلسة غمض عينيك ولف المسبحة كلها بالشكل ده كل حبة من دي وانت قاعد ايديك بعض عن بعض والكدبان بعض عن بعض والمسبحة انت مسكها بالشكل ده كده في ايدك ومغمض عينيك تاخد شهيك واتطلع الهوى الى السماء وتستغفر وطبعا بصوت منخفض مش بصوت عالي ولا حاجة ومع كل حبة تعد حبة وتاخد نفس وتستغفر استغفر الله وهكذا طوال الجلسة قبل ما تقول استغفر الله تعمل شهيك بهدوء وتطلع الهوى الى السماء وتستغفر استغفر الله ولو انت محمل الصوت بصوت البحر ده شيء منتاز صوت المية حتى كمان في السماءات اللي انت مستخدمها سماءات الازن بيخرج الطاقة السلبية من الجسم اثناء الاستغفار بالشكل ده يعني على سبيل المثال انت حملت المؤثر الصوتي ده لمدة نص ساعة جميل جدا شوف انت بقى الزكرة هياخد معك قد ايه زكرة الاستغفار تلتة وتلاتين حبة بس فالنص ساعة لا تزيد ولا تنقص اعملهم بس بنفس الهدوء ونفس منا بنقلك كده وبعد صلاة الفجر شيء والله الذي لا اله الا هو شيء منتاز جدا ونقاتلك بعد صلاة الفجر انت نفسك لما تبدأ في الاستغفار بالشكل ده هتعرف ومن اول يوم تجرب فيه الجلسة دي جلسة كده مستقلة ويا سلام بقى لو عملتها يعني في اي مكان خالي منك للهوى في نفس بيتك بعد ما صليت الفجر وفي التلاتة وتلاتين عنده كل حبة اعمل نفس وراها استغفر الله وهكذا واقول كده استغفر الله المهمة يعني هو انت 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 انا عايز خلايا جسمك من الداخل تنطق هتقول لي هتنطق ازاي بالاحساس مع الصوت اللي انت مستخدمه مع جرة الصوت دي نفسها اللي هو صوت التردد استغفر الله مع نص ساعة على كده مع الشاهيك والزفير انت انسان منتاز وهتعرف ساعتها الكلام اللي بتقالك ده صح ولا غلط لما تدق فعلا كمية الراحة النفسية اللي هتدقها من تلاتين عدة بس ساوا على مسباحة تلاتة وتلاتين عدة وقصر اتلفها بس لفة واحدة وابقى تعال بقى اقوله على الفيديو ده كمية الطاقات الجميلة والقوة نفسها اللي هتدقها من الاستغفار بالشكل ده ويسيبك بقى من اللي هيعد يخش يقولك انت استخدم اصوات وحرام ويخش لنا بقى زي ما احنا قلنا كده في اول الفيديو سيبك بس طبق الاول يا حبيبي بس طبق الاول ما تقلقش انت مش هتعمل كده وتلاقي نفسك ترت في السماء طبق بس الاول انت عندك مشكلة انت مؤمن ان الاستغفار بيحل انت مؤمنة ان الاستغفار بيدي كل حاجة زي وعدة ربنا بالزبط طيب جربتيه او جربته ما عملتش معاك اي نتائج طيب جرب بقى الطريقة دي ولزم الطريقة دي بس اسبوع اسبوع واحد واعمل علنية شغل اعمل علنية وظيفة اعمل علنية اي حاجة الحاجة بقى اللي انت عايزها صدقني يا غالي لو عملتها بالشكل ده في نفس الاسبوع الشيء اللي انت بتعمل عليه الاستغفار بالشكل ده باذن الله يجيلك والحمد لله بنفس الطريقة دي موجود لها عدة فيديهات عندي على القناة والله مالك الحمد للناس اللي خادت المعلومات بجدية طبقت وبعاتتنا التجارب اللي عمل على وظيفة وربنا كرمه واللي عمل على مش عارف او منيه ايه وتحققت بنفس طريقة الاستغفار دي لكن انا النهاردة زودت لك معا المؤثر الصوتي بصوت البحرة او بصوت المطرة او بصوت العصفية اي صوت انت ترتاح ليه وتستخدم سماعات وتعمل كل يوم الجلسة دي بعد صلاة الفجر وهتشوف نفسك بقى كمية السلبيات نفسها او انت مغمد عينيك وانت بتطلع النفس وانت بتستغفر بصوت التردد بالشكل ده انت هتحسها وانا مصمم عندي هنا في قناتي مصمم عهدي بيني وبن ربي ان كل اللي طبقوا واستفاد بيه انقلوا وما بخافش اللي مرب العالمين ولي عايز يطبق المعلومات اللي بيسمحها اهل المسالة مش عايز تطبق لك كامل الحق دي حياتك وانت حر فيها فانا عايزكم تجربوا الاستغفار بالشكل ده ومهم جدا انك تاخد نص ساعة سليمة في الثلاثة وتلاتين حبية دول يعني المسبحة تلاتة وتلاتين مهم النص ساعة كلها دهالة هتقول لي ده انا ممكن اجيب الثلاثة وتلاتين في دقيقتين لا انا ما يبقى انت كده ما فهمتنيش مش ده اللي اقصده انا اقصد قسم على عدد السبحة الزكر ده تلاتة وتلاتين الزكر الاستغفار ده بكل هدوء خادت معاك نص ساعة خادت معاك تلت ساعة خادت معاك اكتر من نص ساعة كل ما طولت كل ما استفدت وبإذن الله بإذن الله الاول قبل اي شيء تشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى بتتحقق فيك في نفس الاسبوع اللي بدأت تطبق فيه اهم شيء نيتك اهم شيء احضر قلبك اهم شيء التركيز الوعي وده اللي احنا بنقوله بقى انا بطلب من ربنا ايه انا باستغفر على ايه وهزودك معلومة قلتها كتير هنا عندي وانت مغمد عينيك حتى دي كمان للناس اللي كان بتسأل ايه فايدة اغماد العينين وانت مغمد عينيك وبتستغفر بنفسي ما بنقلك كده هتبان قدامك مشاهد انت عملتها اخطاء انت عملتها او انت عملتها هتفتكرها ولما تفتكرها وتيجي قدامك اثناء الجلسة دي تبقى انت حد جميل جدا لان خلاص استغفرك مقبول يا غالي مش بقى بألافات الألافات لا مشاهدك بتبان قدامك وانت مغمد عينيك وانت بتقول استغفر الله اي حاجة عملتها هتبان قدامك تاب ما بنش قال لي حاجات بسيطة ويغم اننا عملت كتير جدا في حياتي احمد ربنا واشكره اللي يبان قدامك هو ده اللي تستغفر عليه اي مواقف تجيلك اثناء الاستغفار بالشكل ده قول لي يا ربي انا باستغفرك على هذا الشيء على الحاجة دي وبنفس ما انا قالت لك كده صدقوني هتفرق معاكم في حياتك و33 عد بس مش حاجة تانية بس بنفس الوعي اللي نقلته ونقلته في عدك فيديهات كتيرة عندي موجودة هنا في القناة دي وايضا عن الاستغفار وايضا بالشهيق والزفير وكمان طريقة المؤسر الصوت دي عملتها قدمتها هقولت تنظف بها الجسم من الداخل وازاي تعيش انت بعمق الخيال وتنظف جسمك من كل الامراض والنهار دا بقولك او يا غالب التلات اصوات دول صوت البحر او صوت المطر او صوت الرعد او صوت العسفير اربع اصواتهم مش تلاتة حمل من على الموقع دا اللي ينسبك وانوي كده انك انت تجرب الطريقة دي في الاستغفار وشوف ايه اللي هيحصل لك يا غالي ومستنيك على الفيديو دا تجي تقولي انا طبقت الاستغفار وايه النتائج اللي انت شفتها وعيش عيش مع ربنا سبحانه وتعالى بالاستغفار بالشكل دا نسأل الله لنا ولكم تحقيق كل الامنيات ويا رب يخفر لنا جميعا اللهم امين يا رب العالمين ونحبكم في الله يا اخوة ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة